لم يكن متاحا الاقتراب من هذا المبنى التاريخي مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لكن حملة أمنية أخرجت النافذين وأزالت ما استحدثوه بقوة السلاح بعد حملات تضامنية لمختلف أطياف المجتمع مع أهم الرموز الثقافية والمدنية في البلد الجميع أيضا تضافر وساهم وكلل هذه اللحظة التاريخية عندما تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وإرادة السلطات والإرادة السياسية أيضا تتوفر اللحظة التاريخية لتحقق بالفعل تقدم نحو مواطنة سوية نحو بسط السلطة يدها على الأرض وتمكين الحقوق والقوانين وتفعيلها الدفاع عن اتحاد الأدباء ومقره الرئيسي في عدن وهو مقر كل الأدباء كل الأدباء وهو عضو الاتحاد الأدباء العرب كان لحظة تاريخية مهمة لأنه سقوط الاتحاد هذا الانتصار الحقوقي سابقة يؤمل أن يكون فاتحة لاسترداد الكثير من الملكيات المنهوبة الخاصة منها والعامة لابد أن يعد بناءه وترميمه حتى يضم كل الأدباء والكتاب والأديبات والكاتبات والشعراء هو حق للجمال والأدب والفن والفكر لهذا السبب نحن نشكر تفاعل السلطات الأمنية مع دعوات الاتحاد وهي طبعا للمرة الثانية تم الاعتداء على الاتحاد للأسف الشديد من المتنفذين اللي نهبوا كل المتنفسات المدينة ونطلب من الدولة أو الشرعية أو الحكومة أن تضع حد لهذه السلوكيات الشاذة هكذا يبدو المبنى الذي تأسس عام 1984 بدمار شبه كلي إثر قصف التحالف إبان اجتياح الحوثي والمخلوع للمدينة لتبقى أطلال الأدباء والمؤسسين وإطلالة حزينة على ساحل أبيان على أمل أن ترمم الثقافة هذا الخريف وتستعيد ربيعها من جديد آدم حسامي قناة بالقيس عدم